اشتركوا في القناة وايضا اليوم العيد ربما هيكون عيدين لان اليوم بيتم افتتاح عدد من المساجد التي تسلمتها وزارة الاوقاف تسلمتها من الجهات المنشئة لها في محافظات الاسكندرية وفي جنوب سينة هتابع مع حضراتكم النهاردة هذه المقادن وبيوت الله اكتر من 14 مسجد سبع مساجد في محافظة الاسكندرية معظمها في محور المحمودية سبع مساجد اخرى في جنوب سينة تتسلمها وزارة الاوقاف لكي يرفع فيها او يرفع من خلالها نداء الحق الى عنان السماء من هذه البقعة المباركة من الارض من ارض مصر مصر ارض الانبياء مصر ارض الصالحين مصر بلد الالف مئذنة مصر بلد الازهر الشريف هذه البلد التي طالما كانت حصنا حصينا ورقنا ركينا في حماية هذا الدين وفي حماية بيوت الله سبحانه وتعالى النهاردة عدد من المساجد اللي بيتم بنائها في المدن الجديدة وحتى في غير المدن الجديدة بيتم ابتتاح هذه المساجد اليوم بعد ما بتتسلمها وزارة الاوقاف وزي ما حضراتكم كده شايفين في هذا المشهد البديع من كل هذه المساجد او حتى اللي ظهر امام حضراتكم حتى الان في هذا المشهد هو بعض من هذه المساجد بنتحدث عن 14 مسجد جديد اليوم ستقام فيهم شعائر صلاة الجمعة باذن الله تعالى للمرة الاولى 14 مسجد في مصر 14 مسجد جداد بينضموا الى هذه القافلة الطيبة والى صحبة بيوت الله والاماكن التي يعبد فيها الله سبحانه وتعالى على ارض مصر امام حضراتكم هذه المشاهد من الاسكندرية من المحمودية من عدد من المدن في محافظة جنوب سيناء بنتحدث مع حضراتكم عن كل هذه الاعمال التي تمت خلال الفترة الماضية امام حضراتكم ايضا يعني هذا البث المباشر والحي من الجامع الازهر الشريف وستقام طبعا صلاة الجمعة وهنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة ان شاء الله لحين رفع اذان الجمعة حابب فقط ان اقول لحضراتكم بعض كده من المعلومات السريعة قبل ما استعرف مع زميلي الموجودين في هذه المساجد الجديدة التي ستم افتتاحها اليوم عايز اتكلم حضراتكم على طبعا دي الاستعدادات هي قدام حضراتكم لصلاة الجمعة اللي بتقام طبعا الاسبوع التاني وفقا ليه الضوابط والاجراءات الاحترازية بنتكلم عن 14 مسجد جديد بيتم اليوم تسلمهم لوزارة الاوقاف بتتولاهم مدريات الاوقاف في الاسكندرية في جنوب سيناء طبعا لما نتحدث عن جنوب سيناء كل مدن جنوب سيناء تقريبا اليوم يعني هي تحتفل بانضمام هذه المساجد الجديدة لخدمة عمار بيوت الله وايضا لخدمة المصلين والاهالي عدد من المدن في جنوب سيناء حابب كمان اقول لحضراتكم ما تم خلال الفترة الماضية من انشاءات من عام 2014 وحتى الان عدد المساجد اللي تم بنائها في المدن الجديدة فقط 1200 مسجد وقادي نمازج امام حضراتكم من هذه المساجد الجديدة نتحدث عن مسجد الفتاح العليم في العاصمة الادارية الجديدة نتحدث عن عشرات بل مئات المساجد 1200 مسجد تم بنائهم خلال الفترة الماضية في اخر خمس سنوات او ست سنوات على اقصى تقدير منها مساجد منها اليوم فقط بيتم تسليم 14 مسجد جديد في محافظتي الاسكندرية وجنوب سيناء من بين 1200 بيت لله من بين 1200 مسجد جديد من المساجد اللي بتقيمها الدولة المصرية ادي بشائر الخير مثلا في اسكندرية زي ما حراركم شافين في هذا المشهد الطيب والبديع المساجد على اعلى مستوى من العمارة الانشائية المساجد من حيث المساحات بنتحدث عن مساحات كبيرة في انشاء هذه المساجد يعني مثلا مساجد محور المحمودية على سبيل المثال في اسكندرية بتتراوح مساحات المساجد المسجد الواحد من 750 متر الى 1000 متر فيها كل التجهيزات اللي ممكن حضراتكم تتمنوا انها تكون موجودة في بيت من بيوت الله كل التجهيزات من حيث مكبرات الصوت من حيث الفرش الموجودة من حيث السجاجيد من حيث كل الكماليات اللي ممكن يحتاجها المصلي او يحتاجها من يدخل الى بيت الله سيجدها في هذه المساجد الجديدة مثلا دي بقولنا الحركة من 2014 وحتى 2020 1200 مسجد جديد في كافة المدن الجديدة على ارض بلدنا مش بس المدن الجديدة هي اللي شهدت الـ 1200 مسجد او مش بس بناء مساجد جديدة وانما ايضا تم ترميم وصيانة وتطوير عدد من المساجد القديمة التي كانت قائمة من قبل ويعني ربما لم تحدث لها اعمال ترميم او صيانة او تجديد سريعا كده هقول لحرككم من 2014 ل2015 تم احلال وتجديد 288 مسجد وصيانتها اتكلفوا حوالي 295 مليون جنيه من 2015 ل16 650 مسجد تم ترميمهم واصلاحهم هقول لحضراتكم طبعا كل هذه الارقام ولكن زي ما حرككم كيف شايفين ده مسجد ايه مسجد زمزم مسجد زمزم هقول لحرف العبور في مدينة العبور طيب ده مسجد زمزم في مدينة العبور بيتم الاستعداد الان لشعائر صلاة الجمعة بينضم الينا على الهواء مباشرة فضيلة الشيخ الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف طيب الشيخ جابر السلام عليكم ونبارك لكم هذا اليوم الطيب اهلا بك استاذ عمر وعليكم السلام وبركاته باستاذ المشاهدين يفند النهاردة بكل تأكيد يعني هو يوم طيب يوم جمعة يوم مبارك ولكن كمان ان تنضم او ينضم الى بيوت الله في مصر 14 مسجد جديد فاعتقد هذا حدث سعيد طبعا لنا جميعا ولكم بشكل خاص في القطاع الديني في وزورة الاوقاف نعم استاذ عمر المساجد لم تتوقف بناءها من 2014 حتى تاريخه وما ذكرته من دخول خدمة 120 مسجد دخلوا الخدمة جديد الى وزارة الاوقاف هذا بجوار اكثر من 3000 مسجد تم احلالهم وتجديدهم وصيانتهم ودخلوا الخدمة من جديد وكانوا معطلين منذ 15 عاما متوقف بالعمل فيهم هذا دلالة واضحة على ان الوزارة الاوقاف وان دولة الحكومة المصرية تعمل جاهدة على اعمار بيوت الله عزوجل المساجد منذ تاريخ القديم وهي الطرز المعمارية الحضارية التي تصدر الى العالم كله طراز معماري فريد مثل عمر بن العاص مثل الجامع الاذهر الشريف مثل مسجد احمد بن طلون مسجد السلطان حسن مسجد الامام الشافعي مسجد الامام الرفاعي هذه طرز معمارية غير مسبوقة كانت مصر تلقب بلقب الانف مأزنة الان اكثر من 180 الف مسجد يصدعون بالحق ويصدحون به في اذان موحد يعني يعلون كلمة الله عزوجل فلا يستطيع احد ان يزايد على مصر انها تقوم بهزم المساجد ولا غير ولكن نحن نعمر بيوت الله عزوجل مبنا ومعنا نعم يعني فالد شيء جابر بنتحدث عن 1200 مسجد بيتم انشاءها في المدن الجديدة خلال الفترة الماضية من 2014 وحتى الامس السنين يعني اعتقد ان هذا الرقم ربما لم تشهده مصر منذ ازمنة بعيدة نعم 1200 مسجد دخلوا الخدمة اليوم 14 مسجد سبع منهم في شمال جنوب سيناء وسبع منهم في المحور المحمودية في الاسكندرية واليوم نحن في القاهرة في مسجد تحية مصر ثلاثة وهو في حي الاصمرات يفتدح لأول مرة بحضور معالي الوزير المحاضر اللواء خالد عبد العال من اجل اقامة الشعائر في لأول مرة وهذه المساجد التي كل يوم تدخل في الكدمة من جديد اعتقد دلالة واضحة على ان مصر محبة لله عز وجل ولرسوله ولإعارة لله عز وجل نعم نعم انا شاكر لفضلتك جزيل الشكر ومشعرت لفضلتك عن الاستعداد لصلاة الجمعة والخطبة شكرا جزيلا فضيلة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف نروح لزملائنا الموجودين حول المساجد وفي بيوت الله الجديدة اللي هيتم ان شاء الله باذن الله تعالى يعني بعد اقل من ساعة سيرفع فيها الاذان لأول مرة من 14 مسجد جديد على ارض مصر دفعة واحدة سبعة في الاسكندرية وسبعة في مدن جنوب سيناء ابدأ مع زملتي مريم جمال الموجودة في مسجد بشائر الخير في غيط العنب في الاسكندرية يا مريم اهلا بيكي وارجوكي حطينا في الصورة الاستعدادات عندك عاملة ازاي شكل المسجد ويريت الزمل المصورين يعني يورونا كده شكل المسجد عاملة ازاي تفضلي يا مريم طيب هنرجع التاني للمريم الصوت لسه مش واضح ولكن من الصورة حتى اللي ظهرتلي في السواني المعدودة اللي ظهرت فيها مريم يظهر وراها الشكل قد ايه بديع قد ايه التجهيزات الاستعدادات حتى شفت الناس الموجودين ورا المسؤولين عن فكرة التطهير والتعقيم عشان باذن الله حين تفتح المساجد وبعد ان فتحت اهول الجمعة الثانية على التوالي وان شاء الله الى ابد الابدين يكون دايما فيه اجراءات احترازية طيب نرجع تاني لمريم من مسجد بشائر الخير في غيط العنب في الاسكندرية اهلا بيك يا مريم مرة تانية نعم تحياتي اليك يا عمر وتحياتي لكل مشاهدي قناة دي ام سي مشاهدينا الكرام طبعا يكونوا بخير انا الان موجودة كما ذكرت في محافظة الاسكندرية تحديدا في مشروع بشائر الخير يمكن هذه المنطقة كانت اكثر المناطق العشوائية وتم ازالتها بالكامل وتم تطويرها تطوير مهول بشكل مهول كما تشاهد من خلفي هذا المسجد بيتم افتتاحه اليوم هو على طراض معماري طراض جميل الحقيقة من الوان واهتمام بشكل كبير جدا في المنطقة اللي انا اتواجد بها الان طبعا خليني برضو اوريك اكتر ان في العمال التي تشاهدهم من خلفي الان مهتمين وملتزمين بكل الاجراءات الاحتراضية والوقائية للحد وعدم انتشار فيروس كورونا طبعا هما بيهتموا جدا بتوزيع القفذات والكمامات ايضا للمصليين بيهتموا جميع المصليين مهتمين بالمسافات البينية بين بعضهم البعض بالاضافة طبعا لوجود معقمات دائما ومطهرات للأيدي طبعا فيه اهتمام كبير فيه مشروع بشائر الخير ليس فقط على الجوامع وايضا على بيوت اللي من الكنائس ايضا والجوامع هذه كانت اهم وابرز التفاصيل لدينا اليوم شكرا عبدالك اشكرك يا ماريم اشكرك شكرا جزيلا ليك والصورة اكيد من وراك هي بتتكلم عن نفسها ما شاء الله تبارك الله يعني حاجة طليق طليق يعني انها تقدم انها تكون بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى شيء محترم شيء ما ده طبعا ده الجامع الازهر الشريف طبعا يعني بكل تأكيد ولكن يأتي الزمن وتمر آلاف السنين ويستمر المصريون في عمارة هذه الارض ببيوت الله يعني من اكتر من 1400 سنة او نقول يعني من اول الفتح العربي الاسلامي وبناء القاهرة او بناء الفسطات وبناء المساجد وطيلة هذه القرون تبنى المساجد على ارض مصر وتتشرف مصر دائما ببيوت الله واليوم اليوم 14 مسجد جديد يفتحوا امام المصلين ويذكر فيهم اسم الله سبحانه وتعالى وترفع فيهم ابتداء من هذه الجمعة الطيبة المبركة ترفع فيهم شعائر صلاة الجمعة ويرفع فيهم الاذان من ارض مصر الى عنان السماء استأزمكم من استقبل ضيوفنا والعلماء الاجلاء اللي كانت تحدث عن فضل بناء المساجد واعمار الارض ببيوت الله خليكم معكم اشتركوا في القناة 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 رمز للوصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قمت في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة فيه الله سبحانه يبني قصرا يبني قصرا يبني قصرا لرفع الأذان اشتركوا في القناة إذا كان النبي يا طيب وعلوموا في القناة اشتركوا 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 في القناة طيب نتحول دكتور عمر إلى فكرة أهمية أعمار بيوت الله في هذه الأماكن اللي احنا بنشوفها معرفها هذه الأموال التي تنفق أو تخصصها الدولة لبناء المساجد نتكلم فقط على ترميم المساجد حتى المساجد القديمة زي ما بقولت أنا الرقم قلت من شوية 3600 مسجد تم ترميمهم وتكلفوا حوالي 3 مليار جنيه وإن بيبنى 1200 مسجد جديد خلال أربع سنين أو ست سنين عفوا أموال البركة اللي موجودة في مصر جانبين ما أنا بقول له حلقة يعني برضو أرقام ما هو اللي حاصل للأرقام دي هي الاستثمار الذي يعود على مصر بهذه اليد التي تحرص مصر من كل ما يحصل فيها لأن من بلى لله مسجدا ولو كمفحص يقطاه بنى الله له بيتا في الجنة هذه المساجد في الحقيقة والاهتمام بهذه المساجد في الحقيقة هو في الحقيقة لا يبني فقط أماكن للعبادة ولكن يبني الإنسان يعني صوت الأزان وهو بيتردد في جنبات المعمورة هو يعمر الإنسان من الداخل بالنور ويكذلك يعمره بأن الله معه ولذلك إيه يحصل لو أن دولة ولو أن أي حكومة وأي مكان تكلف عليه كل هذه العدوات اللي موجودة في مصر إيه اللي حاصل كان تعرض الناس فيهم إلى كثير جدا جدا من الخوف ولكن وجود هذه المساجد وهذا الإنفاق هو في الحقيقة يبين أن إحنا حريصين كل الحرص على أن البناء بناء الإنسان يكون بناء منيرا بناء مستنيرا وهو ذات اللي احنا بنحاول نتكلم فيه كثير على أن بناء المساجد لابد أن يقابله كمان بناء للإنسان وقبل بناء الإنسان لابد أن يكون هناك بناء للعالم لازم يكون هناك استعداد للعالم عشان يقدر يواكب دوق وظيفة المسجد وهو العالم أو الإنسان لازم هيخرج برضو من المسجد يعني لا نفرض هوية ولا نفرض فكرا ولا نفرض رأيا ولكن من أراد أن يدخل إلى بيت الله لكي يتعلم العلم الصحيح سيجد العالم الجليل كفالدكتور عمر ورداني وعلمائنا الأفاضل لكي يعلمنا علوم الدين لنذهب إلى زوايا مجهولة فيها أشخاص مجهولين لديهم أفكار شازة وأفكار للأسف يعني العالم اكتوى منها تعالى نقول بس أن المساجد زي ما إحنا عندنا عارف حاليك احتلال فيها يسمعها احتلال الأرض وفيه احتلال المفاهيم احتلال المفاهيم احتلال المفاهيم ده يأتي في بعض الأحيين بصورة تهدم المقدسات عندنا إحنا اللي حصل عندنا في كثير من الأحيين أن المساجد الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله ليست للأيدولوجيات وليست للتحذبات اللي حصل أن المساجد عندنا في كثير من الأحيين بقى فيه مساجد فيها كثير من أيدولوجيات طب ده أدى إلى أن المساجد تعطل دوره وتحولت من مساجد للقيم إلى مساجد للحشد بأن المساجد دي مش بتأخذ الناس إلى الله شوف كده لما نقول كده أن الرجل إذا توضأ في بيتي ثم ذهب إلى المسجد كانت خطواته إحدىها تقعدت خطية والأخرى ترفع درجة هو إيه المقصود؟ المقصود تجديد الحياة ورؤية الله سبحانه وتعالى وحده لا رؤية حزب ولا رؤية حركة ولا رؤية كذا كذا إلا حصل المساجد بقى هناك مساجد معلمة ببعض الطيرات المتطرفة اللي عندنا وأصبحت هذه المساجد لأن الناس ما بتقدرش تحشد فأصبح الله ينادي على الناس ثم المساجد في بعض المساجد هناك من يخطط في الناس في المساجد فأصبح هناك ربكة فكانوا بيدوروا على الناشئ الصغير في هذه المساجد كان عندهم زي كشافة كده بتعبكرة صح ينقل ولد ده بشخصية معينة بظروف أسرية معينة ليسهل تجنيده ثم يصبح عضوه وثم كذا ثم كذا ينجد إرهابي الآن إحنا عندنا أن أحسن بقاع الأرض في الأرض المساجد فكانت المساجد بتقوم بدور غريب تخيل كذا أنا كباحث اجتماعي وكناظر في الاجتماع الديني كان المسجد بيقوم بدور إيه؟ بدور الطمأنة والسكون والسكينة والحكمة فكان الشخص إذا حصل عنده مشكلة في بيتي يذهب إلى المسجد زي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم كانت إذا حزبه أم عرى إلى الصلاة ينذهب إلى المسجد فلما يذهب إلى المسجد إليه يحصل يحصل له طمأنة وهدوء ألا بدكر الله تطمئنه قلوب وبعدين يجد صاحب حكمة يجد صاحب حكمة مش هيفرق بينه وبين زوجته بناء على التوجه ولا بناء على تصوره للعقيدة ومسائلة فيرجع من المسجد زي ما بيحصل مع الأولاد فيرجعوا من المسجد أشد حنقا على أهله إحنا في الحقيقة عايزين بالضبط عايزين نعقم المساجد بقى إحنا كما حدث وإحنا خلاص وإحنا عندنا أحييك على هذا التعبير إحنا نريد أن نعقم المساجد لأن هناك بعض الأشياء التي تتم في المساجد لابد أن نتعامل معها بشكل واضح ولابد أن نتخلص منها زي بساطة خالص إن المساجد في الحقيقة ليست مكان للأحداث للإيفنت ولا للحرك المساجد هنا لكي يبنى الإنسان يبنى الإنسان إيه؟ يبنى الإنسان مع بيتي يبنى الإنسان مع وطني يبنى الإنسان مع عائلتي لأنه يختطف الإنسان ويبقى عنده حاجة من الانتماء البديل لهذا الوطن طيب فكرة تحرير خاصة في بعض المناطق النائية أو البعيدة شوية عن العمران أن فكرة أن يكون فيه مسجد هذا المسجد يتبع هذه الجماعة أو هذه الطائفة أو هذا كذا ونرى بأن تدخل الدولة ويدخل من لهم الرأي والحكمة في هذا الأمر بأن تبني الدولة في هذه المدينة الجديدة أو في هذا الإقليم مسجد مسجد للكل يتسع للكل وليس في أفقق أولية أو حزبية أو جماعة أو شيء تخيل في العاصمة الجديدة عملنا إيه؟ بينين الفتاح العليم؟ بينين الفتاح العليم عشان يكون منارة منارة تحاول بقدر الإمكان أنها تشعر نورة وتشعر الاعتدال ما ينفعش بأي حال من الأحوال أن نحن نترك الأماكن نترك البناء الجديد بغير منارات النور طيب أنا عايز أخذ تعليق حضرتك على هذه الصورة من مسجد جديد في المحمودية المسجد ده يصلى فيه اليوم لأول مرة مسجد المحمودية الجديد في الإسكندرية يعني الحمد لله رب العالمين يعني المشهد يعني ربنا دايما يا رب يحفظ على بلدنا يحفظ بلدنا ودي ما علينا أن نتأمنه يا رب يا رب يا رب هو ده اللي احنا بنقوله دلوقتي بنقوله إن احنا إيه؟ إن احنا بنحصن التعمير عندنا بالتنوير نحن نحصن التعمير نعم تعمير بلدنا بالتنوير التنوير اللي هو إيه؟ بناء هذه الصروح المنيرة لكي يعلم الناس جميعا بأننا عندما نطور نحن فقط لا نبني منشآت ولكن نبني إنسانا وهذا المسجد عندما يكون على محور المحمودية فهذا المسجد يدل على أننا نبارك هذا المكان ونملأه بالنور ونميأه بالبركة وهذا يدل على أننا عندنا إرادة كمان للاعتدال يعني هذا المسجد في الحقيقة بهذا البناء الجديد نحن نريده أن يكون منارة للاعتدال في الأم فضلت الدكتور وأنا بكلم مع حضرتك وحضرتك أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يعني وما بالحضرتكم يعني دار الإفتاء المصرية وعلماء دار الإفتاء المصرية عبر العصور لو أنا جيت لحضرتك أو تواصلت محرك وحركة أمين فتوى بدار الإفتاء المصرية وأقول له حضرتك إيه يا مولانا أنا جنبي حطة أرض على محور المحمودية والله بيقولوا أن دي أرض دولة تمام ولا أرض أوقاف وممكن يعني ناخدها ونبني عليها مسجد لربنا ينفع يا مولانا ونعمل مسجد كده لله ده نفسي أعمل مسجد في الحطة دي وقالوا بس دي أرض دولة بس ممكن يعني إيه يعني يعدهالي كده وممكن في ناس ولاد حلال إيه ولاد حلال ها اه اه يا مولانا اه ناسمه بلاد حلال يعني بلاد حلال بلاد حلال اللي مش بيسترقني انا حضراتك بيسترق الدولة كلها اه 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 هندخل احط قدنا على حتة الارض دي ونعملها مسجد اه او ما اعرف ان حلال من الابضاد يحصل الكلام ده بيحصل يعني ففضلتك يعني بما تفتي في هذه انا اقول له انا اقول له ان هذا من الهذا قد يسر انه انه ياخذ هذه الارض انه يوصل من الركاء وقد يصل انه يكون بيرتكب كبير من الكبائر ليه طيب لانه الحقيقة انه لا يتعد على مال خاص ولكن يتعد على مال العام والمال العام من الاشياء التي تعظم الزنوب نعم التعدي على المال العام من معظمات الزنوب التعدي على المال العام من معظمات الزنوب طبعا لانه في الحقيقة لا يتعد على فرد ولذلك اي حاجة فيها تعدي على العام اسمه اكبر من التعدي على الخاص لأن تعديت على حقوق الناس كلها تعديت على حقوق الناس كلها مش على حق قسيم آه طبعا لأن هو الحقيقة أن التعدي على أموال الدولة هو الناس بتخلط ما بين حكتين أن أنت آه قد لا يقام عليك الحد لأن فيه شبه لكن يزيد عليك الاسم لأن أنت تعديت على الكل يعني المسألة عشان بس إيه الناس في بعض الحين بيختلط عليها الأمر لا أنت يعني ازداد اسمك بعادة ما أنت عديت عليه صحيح فلذلك اللي حاصل ده هذا المسجد هو مسجد ضرار وهذا المسجد الذي بني على الأرض المخصوبة لا يجوز أن يبقى لأشياء كثيرة من البعد القيم إيه حكاية البعد القيم ده لأنه يفسد لذلك الناس مسائل مهمة جدا بمعنى الحلال والحرام والإخلاص هدم هذه المبادئ وحتى هو مخالف للسنة النبوية الشريفة المسجد أصلا بيبنى لبناء القيم ويبنى لترميم المجتمع فهو هدم المجتمع وكمان تعد على القيم فلدكتور شيخ عمر الورداني أمين الفات ومدير دار التدريب دار الإفتاء المصرية أنا بشكر لحضرتك جزيلا شكر وساعدت وشرفت موجودي مع حضرتك النهاردة في اليوم الطيب المبارك شكرا جزيلا لحضرتك وأسازينكم نروح لشعائر صلاة الجمعة اللي هننقلها لحضرتكم على وقت مباشرة شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك